اشتركوا في القناة وخلم الإنسان البيان وخص محمد صلى الله عليه وسلم بالتبيان إخوة الأكارم هذا حديثنا يتجدد معكم عن الأدب الإسلامي وقد كنا في حلقات سبقت قد خصصنا الأدب الإسلامي نظرية وحديثا عن الإنجاز الأدبي العربي فهل الأدب الإسلامي خاص بالمسلمين؟ وهل الإنسان المسلم وحده من يمكن أن يكتب أدبا يكون إسلاميا؟ لا شك أن حكما مثل هذا يفتح آفاقا متعددة فمن قائل إن الأدب إن يكون وليدا للوعي وللتصور فالإسلامية تسبق الأدبية بمعنى يكون المرء مسلما أولا متشبعا بقيم الإسلام ثم يكتب بعد ذلك إن شاء آدبا إسلاميا ولكن إذا علمنا بأن الإسلام دين الفطرة وأن الفطرة متى صفت في الإنسان فإنه قد يصل إلى معنى من معاني الإسلامية كذلك انتبه الأستاذ محمد قطب عليه رحمة الله فذكر أن الشاعر الهندي طاغور كان في كثير من نصوصه كالأديب الإسلامي أو كالأديب المسلم ليست العبرة إذن إلا بالنص حين نستنطقه وحين نقرأه طاغور شاعر هندي حديث حين بلغ العشرين من عمره حملته أسرته على الزواج كشأن الشباب في زمانه فمعنى ذلك أنه رعى المسؤولية الأسارية وهو لا يزال غضا ونفسه التواقة إلى طلب العلم جعلته يختار لنفسه طريق القضاء دراسة طريق القانون دراسة وإنما أمله في نفسه أن يتخذ من هذه المعرفة حين يمتلكها سببا لمواجهة الاستكبار البريطاني في شبه الجزيرة الهندية ولكنه كان ذا موهبة أدبية غلبت عليه كأن به في مثل هذا يشبه الشاعر العربية أحمد شوقي فقد انتدب لدراسة القانون ولكنه رجع من فرنسا شاعر إن هذه الموهبة الأدبية غلبت على طاغور فكتب شعرا جميلا تداولته الناس في زمانه ولا يزال محل قراءة وترجمة إلى لغات العالم من ذلك هذه الآثار التي ترجمها إلى العربيات الأستاذ بديع حقي بعنوان أعمال طاغور حين نستعيد مفهوم الإسلامية فنجد بأنها إيمان بأن للكون خالقا وبأن للإنسان هاديا وبأن نفس الإنسان تتوزعه معاني الخير ومعاني الشر ولكن الأدب كفيل بأن ينصم انتصار الخير على انتصار على الشر ثم إن معاني الخلق في أبسط ذراته إلى أعلى مجراته إنما هي معاني عظمة الله سبحانه وتعالى ومعاني عظمة الخلود بعدو لا بد لمثل هذه المعاني أن تتحقق في ذلك البعد الإنساني الذي يجعل الناس سواسية يتراحمون ويتعاونون فتكون حينئذ نفة مزمجرة ضد كل متكبر وظالم كثير من مثل هذه المعاني نجدها في شعر طاغور وما كان يومها مسلمة ربما أقرأ له نصا نجعله بابا للحديث عنه يقول مثلا فيما ترجمه بدي حقي إلى العربية أشعر بأن النجوم كلها تتلألأ في كياني إن الكون يجيش في حياتي كأنه السيل إن الظهور تتنور في كياني إن شباب الأرض والماء يسمو في قلبي ولهاث الوجود كله يتردد ذمن أفكاري حين يغفو الكون فإنني أقدم إلى بابك النجوم صامتة وإنني لأفرق من أن أغني إنني أنتظر وأسهر حتى أنكفي أراجعا وقلب مطرع وفي الفجر أغني على عذار الدرب نص بسيط بلغة بسيطة ولكن من يقرأه سيستعذبه لا شك في ترجمته وإن كانت الترجمة نصرية وسيجد فيه تلك المعاني التي تشده شدا خفيفا إلى هذا التأمل في الكون فهو يبدأ بالمجرات الكبرى قائلا أشعر بأن النجوم تتلألأ ثم بعد ينزل إلى ما تحت قدميه إلى الظهور عندما يقول إن الظهور تتنور في كياني والذي يهمني في باب الإشارة هاهنا هو استخدامه لهذين اللفظين لفظ اللألاء ولفظ النور فأما الأول فينسبه للنجوم وأما الثاني فينسبه للزهور إنني أمام إنسان قبل أن يكون شاعرا يحسن قراءة الكون فيرى في النجوم لألاء وضياء ويرى في الزهور نورا إنها نفس تواقة إلى النور إنها نفس تتجاوز حدود الظلمة ومن أبصر النورا كاد أن يبصر الحقيقة بعد إن هذه الأرض تتجدد في عينيه فإنما يراءها شبابا فيقول إن شباب الأرض والماء يسمو في قلبي انتقلت تلك الرؤية الحسية الخارجية للنجوم وللزهور وللأرض إلى قلبه ومن ثم لم تعد حواسا خارجية لم تعد محسوسات بصرية بل إنها أصبحت حقيقة قلبية ولا زال الشاعر يفاجئنا بهذا التوالد في المعاني ولا شك أنها معاني يستحبها الإنسان وهو يريد أن يكتشف حقائق الكون يريد أن يتذوق حلاوة ما يحيط به حين بعد يقول حين يغفو الكون فإنني أقدم إلى بابك الكاف كاف خطاب ولكن لا قرينة تشير إليها ولذلك نجد أنفسنا بأن هذا الإنسان أمام هذا الإنسان الذي استطاع أن ينظر في الكون ولكنه يشعر بلحظة إغفاء في الكون حينئذ يلجأ إلى من لا يغفو يلجأ إلى من يبقى ساهرا إلى من يبقى حيا مراقبا لهذه المخلوقات التي بين يديه أظن أن الشاعر إنما كان يشير إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره فكل ما في الأرض على وعظم وكل ما في الكون سماء فإنما يغفو وحين تغفو الموجودات فإن خالق الموجودات وحده لا يغفو لذلك لاحظ معي أخي الكريم هذا الإشارة الجميلة عندما يقول إنني أنتظر وأصهر ثم أنكفئ راجعا وقلبي مطرع معنى ذلك حين يغفو الكون فإن هذا الشاعر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمتلئ قلبه ثم يرجع إلى كونه من جديد لقد كان طاهور شاعرا شاعر الفطرة فاستحق أن يكون من بين الشعراء المسلمين نصا ولفظا عسى أن يكون قد أدرك حقيقة الإسلام بقلبه والله أعلم بحاله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر